السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهور الرياضي مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة رجالي اخواني الجزائريين دعم الفيديو باللايك لأن ما سأقوله في ذلك الفيديو على الأقل من وجهة مظاري مهم ومهم جدا لأنه لازم يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس وأيضا باش الفيديو ما يتحذفش دعمكم مفيد ورايكم مهم أكثر في التعليقات ممكن أكون مخبع كما لابلكم المصارع الجزائري أو نسميها البطل الجزائري على غير الأبطال الآخرين لانتحبوا ورفضوا أصلا الوقوف أمام مصارع من كيان من يدعون أن له دولة نحن لا نعترف بهذه الدولة نحن ولا مرة في حياتنا قلنا أن هناك دولة اسمها هذاك الشيء لما أقولها يخشى الرو بدني لا نبارك لا نبارك لأي شخص يهرون لتطبيع مع هذا الشيء على كل حال رضوان مسعود إدريس يعني بحنكة وتجربة أعرف كيفاش يجنب العقوبات وفي نفس الوقت ما تقابلش مع هذا يعني المخلوق نصحى التعبير وكل الصحوف وكل الإعلام يعني نديروا فيديو نتكلموا ماذا قالت الصحوف إذا حبيتوا تتناركوا في التعليقات يعني لما يتكلموا على هذا الموضوع ولما يوصلوا لفكرة أنه بسبب الزيادة في الوزن يعني يشترون يبدو يتبسموا على بلهم باللي قضية خطة وقضية يعني الشيء من ذلك القبيل لأنهم يعلمون يعلمون أن الجزائر ليس لها أصلا الفكرة في ذكر اسم هذا الكيان وليس لها أي فكرة في صراحة في أن نطبع أو نتعامل مع هذا الشيء وإن شاء الله يعني إلى غاية أن يريث الأرض الله عز وجل على كل حال في وقت قلنا أن الجنب المروكي يتقابلوا مع مصارعين من هذا الكيان وأنهزموا والكل يضم فيهم على غرار يعني بعض الدول اللي كنت عارفوها كامل هي مشهورة بتطبيع مع هذا الكيان وقلنا أنه الوقت المهم جدا والوقت الحساس اللي لازم نتكلموا فيه واللي لازم نهضروا عليه وأنه في وقت أنه البعض استغل قضية القميص الجزائري استغل قضية القميص الخاص بالأولمبيات لما فيه لون الأزرق البعض رحقال لك الجزائر تتجه للتطبيع مع هذا الكيان والله صراحة لما نسمع هذا الشيء يعني ما فهمت إلى نضحك ما فهمت إلى نبكي لكنه صراحة أحزنني هذا الشيء قلت أنه إذا أردت أن يعني إذا أردت أن تنتقد القميص انتقد القميص ما شئت لكن لا تعيد الفكرة يعني أنت لسا يعني صراحة ما نقولش كلام ممكن يجرح البعض لكن أنت عندك عاقل أميز به تنتقد القميص انتقد الألوان غير مفهومة لماذا كذا لكن تروح تجيب كلام متاع الناس محسوبين على الدول أخرى يطلهم الأموال ويتقاضوا أموال كبيرة من أجل الطعن في الجزائر لو كان غير صحيح بالإشاعات قالوا أنه نفس الشركة المصنعة لهذا الكيان نفسها رأي تصنع في الأقميصة للجزائر وهذا كذب والغيت يعني عدة أشخاص برك الله فيهم رأي أجابوا وبينوا بالدليل على أنه ليس نفس الشركة وقالوا أن الجزائر بهذا اللون تتجه للتطبيع الآن هو يعني كما شفت هو المصارع يعني أين هو التطبيع منذ مثل جزائري كان يقول يعني يعطيني أي جزائري أي جزائري ماشي خاين صراح لما نقول جزائري يعني بمعنى الكلمة عنده فكرة في زيارة هذا الكيان أو يدعم هذا الكيان شكو إلا الخوانة ليتقاضوا أموال من هذه الجيهة هذو الناس لو الجزائر تعطي لهم أكثر يجل الجزائر لكن الجزائر ما تخلطش الناس باش يصفقوا لها هذه رهي بلدك كأنما هي أمك صراحة لازم تحترم الجزائر لا نقول الجزائر جنة ما فيهاش عيوب لا جزائر عندها سلبيات لكن سلبيات الجزائر لا تعني أني أكره الجزائر هذه لازم نديروها دايما في بانا الآن هذو الناس اللي كانوا يقولوا أنه الجزائر يعني بهذا اللباس تتجه لكذا ولا تروج لكذا والمعالهم يعلمون أنه القضية يعني عقلية الجزائر قضية الفلسطينية قضية صحراوية لا نقاش فيها كيف تتكون الفكرة باش تضربوا ثوابت الأمة والسؤال لأنا نطرحه هذو الناس في اللول لحوا الشرة هذه تلك أمانيهم هذو الناس أولا كامل عندهم قضايا وكامل مسبوقين يعني قضائيا هنا في الجزائر وكامل ما رأوا هم شعيشين هنا في الجزائر ويتقاضوا أموال ليس منها الجزائر الآن على ما تكلمتوش على هذه القضية لنعرف الإنسان وطني لما تكون حجم ليحا يتكلم عليها لما تكون حجم ليحا يتكلم عليها لكن من ننتقج الجزائر ونتمنى خسارة الجزائر وتحطيم الجزائر علىه لأنه فلان منحبوش لا لا ماشي هكذا الآن هذو الناس اللي متكلم على الأوائل اللي بدأوا يقول هذا الكلام علش متكلمتوش على هذه القضية هذه القضية تستحق الكلام وعلى الأقل إشارة إليها في فيديو خاص على الأقل السؤال يبقى مطروح لذلك ندائي للأخوة يعني ليس نداء هذا الكلام كل جزائريين يعرفوه صراحة إلا البعض اللي يتمنوا تحطيم الجزائر هذا ما هو جزائريين بالنسبة لي لما تكون هنا قضايا تضرب ثوابت الأمة فرجاء البحث في هذه القضية ليس كل ما يسوق خلف البحار من أطراف يقول أنهم جزائريين يعني ليس كل كلامهم صحيح ليس كل كلامهم صحيح لأنه لما تتكلم على شيء ما سراش في الجزائر لما هذا الشيء يعني يتحض بالحقيقة يعني على الأقل مطالبين بالاعتذار لأنه والله ما أحزنني يعني دائما حبوا يشروا أنه الجزائر ستطبع مع إسرائيل نحن من وقتعنا علاقات مع إسرائيل نحن الحدود وقتعناها مع المغرب ودرنا مقاطعة مع المغرب لماذا؟ لماذا نحن درنا هذا الشيء لأنه هذا البلد طبع مع هذا البلد يعني بلن دخلوا في السياسة ووش درنا ذلك الكيان وجاء الحدود ودر قاعدة سبحنا مع قطع العلاقات من المغرب يعني بغض الخلفيات القديمة اللي كانت من 360 إلى غاية وقتنا هذا من بين الأسباب أيضا هو تطبيع هذا البلد مع أكبر عدول الجزائر من بعد يقول لك تطبيع يعني يعني خلاص لما الجزائر يعني قاضاتكم وحكمتكم باختلاصات وليتوا تسببوا فيها الآن أصبح هذه الاستنتاجة جميع واحد داخل للحبس ولا جميع واحد حكم الدولة الجزائرية دلت مع تحقيق يعطيها للخارج ويضيق الطحف الزائر مشتراك حاب الجزائر هذه ما فيه هاش فيه هاش قانون ممكن قلت لك مش معنى تها احنا فور ممكن يسرى اختلاسات ممكن تسرى يسرى ظلم لكن هذاك لظلمك هذاك المسؤول لظلمك مش معنى تأنه الجزائر كم المشي مليحة مش معنى تأنه البلد قاع مشي مليح ممكن كاي الناس في السجل مظلومين نعم كاي الناس مظلومين راحوا في الجراء لأنه القاضي يحكم بالأدلة لكن هذا ما يعنيش أنك تحطم كل ما هو جزائري لا هذا شيء غير مقبول تماما ولذلك أظن أنه المصارع صراحة نظوان مسعود إدريس والله لو كان جتلية يستحق تكريم هنا في الجزائر في ملعب خمسة جويليا يعني ويكرم من قبل مسؤولين فاعلين لأنه أكد على موقف الجزائر الثابت اتجاه قضيتنا العادلة طيب ليس وفي وقت أيضا كان البعض يروج على أنه الجزائر تتجه للتطبيع يعني من أجل القميس نتجه للتطبيع وأيضا القضية نتكلمش عليها في وقتها لماذا؟ لأنه لما كنا نبحث على حيثية القضية ألقناها أكثر من بيخة لكن لما جاهد الموضوع أن تعرضوين مسعود إدريس يعني نحن نقوله في الجراء ويعني قفلناها أولا يعني جت في سياق عدة مواضيع أكثر مهمة ومواضيع حقا يعني لم تكلمش فيها جت في سياق موضوع واحد لذلك فضلت نتكلم عليها لأنه موضوع تافح وبدوها بالكذب والبعض ما يحوش يبحث يحكم الخبر يعود ينشره بدون أي بحث وهذا أمر غير يعني مرهوب على الصحة الإعلامية إذن وجهة رأي ممكن أكون مخطئ إذن أنا مخطئ صحنا في التعليقات وإذا مرناش مخطئين يعني زد نورنا يعطينا رأي آخر أو إضافة على هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته